السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مشاهدين الكرام أينما كنتم أضافت جوجل أدسنس ميزة جديدة ضمن منصتها والتي تتيح لأصحاب المواقع والمدونات زيادة أرباحهم بنسبة كبيرة لكن هذه الميزة لازالت في طور الاختبار يعني إذا كان أداؤها جيد فسيتم الإبقاء عليها وقد توصل العديد من المستخدمين بهذه الميزة في التنبيهات على حسابتهم أما إذا لم تظهر لك فيمكنك الانتظار إلى أن يتم تفعيل وتعميم هذه الميزة على جميع الحسابات وبذلك إذا كنت تمتلك مدونة فيمكنك مضاعفة أرباحك بشكل جيد مع الميزات الاختبارية الممكنة ويشبهها تقريبا بالإعدادات التلقائية ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال توجه إلى خيار التحسين في القائمة الجانبية ثم بعد ذلك تضغط على خيار الميزات الاختبارية لتظهر بذلك الميزات الاختبارية الممكنة لأدسنس وحسب أدسنس فهذه الميزة لازالت في طور التجربة يعني إذا نجحت مع المستخدمين فسيتم تعميمها أما إذا كانت غير مفيدة فسيتم إلغاؤها وكل ذلك مرتبط بأراء المستخدمين حول هذه التجربة وفي الغالب فإن أدسنس تسعى إلى تطوير إعلاناتها وبالتالي سيتمكن أصحاب المدونات من الحصول على أرباح جيدة للتعرف أكثر على هذه الميزات اضغط هنا وكما تلاحظ فإن ميزات الأدسنس الاختبارية عبارة عن ميزات تجربية ليست جاهزة بعد لطرحها على جميع الناشرين على سبيل المثال يمكن أن تتمتل إحدى الميزات الاختبارية في شكل إعلان جديد تماما نسعى للحصول على تعليقات بشأنه وندعوك لتجربة استخدام هذه الميزات التجربية ونحطك على إعلامنا برأيك فيها بحيث يمكنك إعطاء رأيك حول هذه الميزات ضمن عرض التقرير ما إذا كانت جيدة أم لا وجاء أيضا ضمن نفس المنشور التعليمي بأنه قبل التبديل إلى أحدى الميزات الاختبارية يجب أن تكون على دراية بما يلي تعتبر الميزات الاختبارية تجربية أي أنها قد تتغير أو تتوقف عن العمل أو تختفي في أي وقت لذا يرجى استخدامها على مسؤوليتك الخاصة قد تتفوت نتائج الميزات الاختبارية ولا يمكننا أن نضمن مقدار ما ستحققه من أرباح من ميزات اختبارية معينة وأضافت أيضا أنه لن يؤثر ذلك في حالة حسابك في الأدسينس ويمكنك إيقاف تشغيلها في أي وقت إذن هذه الميزات لن تؤثر على حسابك ولن تشكل أي مشكلة لك في أرباح الأدسينس سواء قمت بتشغيلها أو إيقافها بعد أن تعرفنا على الميزات الاختبارية الجديدة يمكنك تفعيلها من خلال الضغط على هذا الزر بعد ذلك اضغط هنا للحصول على الشفرة وقم تلاحظ تعمل هذه الميزة الاختبارية على نسبة تصل إلى 50% من زيارتك ولعرض الإعلانات التلقائية على كل زيارتك ضع رمز الإعلان في علامة الهيد الذي ستجده في قالب مدونتك هذا الإعلان يمكنك وضعه مرة واحدة تحت علامة الهيد ليظهر على جميع الصفحات بموقعك ولن تحتاج إلى تغييره إذن بعد أن يظهر لك هذا الكود قم بالضغط على نسخ مقتطف الرمز ثم تتوجه إلى مدونة البلوجر الخاصة بك وتضغط على خيار المظهر ثم على تعديل الـ HTML وفي أعلى صفحة HTML ستجد وسم الهيد بهذا الشكل ثم تضع شفرة الإعلانات الاختبارية مباشرة بعد وسم الهيد بهذه الطريقة إذن سنقوم بلسق الشفرة بهذا الشكل وإذا ظهر معك خطأ بالشفرة كما يظهر لك الآن قم بتغيير هذه الكلمة 5 بهذه العبارة والتي ستجدها في الوصف أسفل الفيديو إذن بعد الانتهاء من وضع شفرة الإعلان قم بحفظ التغييرات من خلال الضغط على حفظ المظهر وفي الأخير يمكنك أيضا معينة الشكل الذي تظهر به إعداداتك الحالية للإعلانات التلقائية على أي صفحة عن طريق وضع هذا الرمز في نهاية رابط إحدى الصفحات بموقعك لكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإعلانات قد تظهر معك أو قد لا تظهر في بعض الصفحات وذلك بسبب أن هذه الإعلانات لا زالت في طور التجربة للتحقق من آدائها على المواقع لزيادة الأرباح إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم